قال كلمته ومضى مضى بأنفة إلى أرض المعركة لسحب جثة صديقه الذي قتل برصاص خناص حوثي أمره قائده الميداني بألا يغامر فنيران دبابة الميليشية كانت ما تزال تحرق أرض المعركة إلا أن جذوة الغضب المتقدة في روحه كانت تزداد اشتعالا بعد ساعات كان المقاتل في صفوف اللواء 22 ميكا نبيل العكش الذي لم يتخلف عن أي معركة في تعز يموت واقفا وهو يحاول سحب جثة صديقه كان له من اسمه نصيبا إذ أوصى رفاقه بأن يتخلوا عنه إذا ما قتل في موقع لم يتمكنوا من الوصول إليه وكما كان يردد بأن جثته لن تكون أثمن من حياة جندي آخر لكنه في المقابل شدد عليهم بأن يعيد السلاح الذي يقاتل به إلى صاحبه فالعكش الذي قاتل دون سلاح كان يخشى أن يقتل وفي ذمته حق لأحد هذه المرة عادت جثة العكش من أرض المعركة محمولة على الأعناق فالمدينة التي عرفته مقاتلا دفاعا عنها لم تنسى يوم أن تقدم صفوف المعركة من أجل تخليص المدينة من رصاص الانقلابيين اليوم في هذا الحج المهيب نودع ثلاثة من أبطال القيش الوطني نبيل العكش هذا البطل الذي استطاع أن يقدم مواقف مشرفة لتعز والجيش الوطني هذا الرجل الذي استطاع أن يكسب كل أبناء تعز الذين يترحمون اليوم عليه صارت الجنازة المهيبة التي شارك فيها أبناء المدينة وقيادات عسكرية ومحلية من ساحة الحرية إلى مقبرة السعيد وعاد المشيعون بصورته التي كانت ترتفع في السماء وقد صارت أيقونة في الفداء